الحقيقة العمل في إذاعة القرآن الكريم شرف وشرف عظيم لأننا نعمل في مكان عالمي له وصفات إذاعة القرآن الكريم أحد ركائز الإعلام المصري وده يقول لنا بأن رسالة مصر الحضارية ممتدة عبر العصور فحينما أنشئت هذه الإذاعة أنشئت في وقت كان لزاما على المسؤولين في ذلك الوقت أن يفكروا في إنشاء هذه الإذاعة ولها ملابسات في إنشائها لكن دعني أقفز على نقطة أخرى بعد أن تم إنشاء هذه الإذاعة نعم شوف عظيم عبد الناصر نعم في عصر الزعيم جمال عبد الناصر ومعالي الوزير المرحوم محمد عبد القادر حاتم النقطة المهمة بأن هذه الإذاعة هي أم الإذاعات للقرآن الكريم في العالم ومنها انبثقت كل إذاعات الدنيا فهي تعد أقدم إذاعة القرآن الكريم والإعلاميون المذيعون المصريون هم الذين أنشأوا كل إذاعات القرآن الكريم في العالم العربي بل تخطوا في ذلك مرحلة وانشأت عدة إذاعات القرآن الكريم بلغات غير العربية في إفريقيا مثلا في إذاعة القرآن الكريم في تشاد باللغة الفرنسية في إذاعة القرآن الكريم في أنجولوسيا باللغة الأردية كل هذا شارك فيه زملاء إذاعيون القدامة وكان لهذه الإذاعة قسب السبق في أن تحمل هذا الشعار اللي منه هذا الشعار انتشر في معظم البلدان والنقطة الأهم كمان التبادل الإعلامي لإذاعة القرآن الكريم مصر لم تبخل على أي إذاعة منشأة حديثا بالبرامج والمصاحف المرتلة والمصاحف المجودة وهو ده دور مصر الثقافي التنويلي فبعتبر إذاعة القرآن الكريم هي القوة النائمة التي تخاطب القلوب أولا وتخاطب أيضا العقول أولا مكرر وبالتالي أنا دايما أقول إذاعة القرآن الكريم أحد النحة الإعلام التي يحلق بها الإعلام المصري في سماء الفضاء كله صح